موسيقى هذا البرنامج برعاية QNB السادة المشاهدون الأكارم صعد الله بقاتكم بكل خير مع أمار عواد وجدد التحية لكم من العاصمة القطرية الدوحة ويدعوكم وكما جرت العادة إلى حلقة جديدة من عين على قطر في استعراض لأهم وأبرز الأحداث السياسية والاقتصادية التي عاشتها وتعيشها الساحة القطرية خلال أسبوع حلقة عين على قطر لهذا الأسبوع سوف تكون آخر حلقات هذا البرنامج خلال شهر رمضان مبارك أعضوا الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات وتقبل طاعتكم إن شاء الله طبعا بداية هذه الحلقة وكما جرت العادة مع هذا الشريط الإخباري القصير بتوجيهات من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني توجهت شحنة من الغاز الطبيعي المسال القطري إلى جبهرية مصر العربية وذلك في إطار المساعدات التي تعهدت بها قطر لدعم الشعب المصري أصدر مصرف قطر المركزي أذنات خزينة جديدة للبنوك المحلية بقيمة أربعة مليارات ريال على أجار واحد وتسعين يوما مائة واثنين وثمانين يوما ومائتين وثلاثة وسبعين يوما وذلك في إطار الإصدار الشهري الذي يصدره المركزي وتبلغ قيمة الإصدارات لفترة واحد وتسعين يوما ملياري ريال وتستحق في الخامس من شهر نوفمبر من العام الحالي كما يبلغ الإصدار لأجار مائة واثنين وثمانين يوما مليار ريال ويستحق في الرابع من فبراير من العام 2014 أما الإصدار لأجل 273 يوما فتبلغ قيمته مليار ريال ويستحق في شهر 6 أغسطس من العام 2014 أعلنت شركة مشيرب العقارية عن تدشين أول مجموعة من الألواح الشمسية الكهروضوئية وذلك ضمن إطار المرحلة الأولى من مشروع مشيرب قلب الدوحة الذي تبلغ قيمته 20 مليار ريال قطري وتقوم هذه الألواح الكهروضوئية بتوليد جزء من الطاقة الكهربائية الذي تتطلبه مباني المرحلة الأولى مما يساهم في توليد طاقة كهربائية تبلغ 463 كيلو واط بلغ حجم تمويل المشروعات البحثية من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي نحو 500 مليون دولار منذ إنشائه في العام 2006 من بينها 120 مليار دولار للبحث العلمي في العام الحالي الشركة القطرية للصناعات التحولية توقع عقدا استشاريا مع أحدى الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري وكذلك الهندسي لإنشاء برج للشركة يقوم مكان المقر القديم القائم حاليا المطل على منطقة الكورنيش في العاصمة القطرية الدوحة إضافة إلى عقود تطوير منشآت عقارية في مدينة اللوسيل شمالي العاصمة القطرية الدوحة تعود إلى الشركة الأرباح والنتائج المالية لشركة الصناعات التحولية جاءت مخيبة الأمال بالنسبة لحاملة أسوم هذه الشركة هناك تراجعات بـ 32% في صاف الأرباح وصولا إلى 81% الشركة أعادت سبب هذا التراجع إلى انخفاض هامش الربح في بعض المنتجات البترولية التي تقدمها الشركة إضافة إلى ارتفاع تكاليف بعض المواد الأولية التي تسقطمها الشركة من الخارج نحن اليوم مجتمعين كما تعلم أن الشركة القطرية للصناعات التحولية شركة مساهمة قطرية تمتلك الموقع هذا وهذا الموقع في برايم لوكيشن في اجتماع مجلس الإدارة الأخير من قبل يومين تمت الوافقة على إمكانية دراسة القيام ببرج في موقع المبنى هذا لهذا الغرض نحن عندنا اليوم ثلاثة أمور رئيسية مطروحة وهو أولا المبنى الرئيسي للشركة ورح يكون في برج كمبنى رئيسي للشركة في هذا الموقع لهذا الغرض طبعا تم استدعاء مكاتب متخصصة للقيام بدراسة جدوى اقتصادية لهذا المشروع نحن دائما بروفشنال فلازم نأخذ الطريق من أوله تم اختيار مكتب فولكر للقيام بدراسات الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع وكذلك بروجيكت مانجمينت اللي هو إدارة المشروع من الآن متوقع أن يكون المشروع في توقعاتنا حوالي خمسمائة مليون ريال قطري لقيام بالبرج طبعا نتيجة الدراسة هي سوف تحدد هذا الموضوع ما في شك مثل ما أنت شايف احنا في برايم لوكيشن الموقع الحمد لله موقع جيد فلذلك والنهضة اللي قادمة عليها دولة قطر نهضة كبيرة الحمد لله والسنين واعدة للأمام الموضوع الآخر هي احنا كذلك الشركة القطرية للصناعات التحويلية تمتلك أرض أخرى في منطقة الوسيل واحنا سوف تكون الدراسة تغطي هذه الدراسة الجدوى تغطي هذه الأرض كذلك بالاستفادة المثلى لهذه الأرض كذلك اليوم احنا في الشركة القطرية للصناعات التحويلية عندنا أرض في المدينة الصناعية مساحتها 100 ألف متر مربع وبدأنا استثمار هذه الأرض سوف تكون لغرض الدعم اللوجستي للشركة القطرية للصناعات التحويلية ولأغراض أخرى الشركة القطرية للصناعات التحويلية درست القيام بمنطقة لوجستية وسكن للعملين سوف يكون فيها مخازن ومصانع ومنطقة لسكن العمالة المؤسسات المالية المدرجة سومها في بورصة قطر تسجل دموعا في صافي أرباحها تجاوز الثمانية في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام وصولا إلى ثمانية مليارات وستمائة مليون ريال قطري بطبيعة الحال كانت أرباح كيومبي كانت مثيرة ولافتة للانتباه معدن نمو فاق الـ 15% وصولا إلى أربعة مليارات وسبعمائة مليون ريال قطري طبعا هذه الأرباح تزيد عن خمسين في المائة من مجموعة الأرباح التي سجلتها البنوك خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة نمو فاق الثمانية في المائة عن النصف الأول من العام الفائت أرباح البنوك القطرية المدرجة أسمها في بورصة قطر تقفز إلى ثمانية مليارات وستمائة مليون ريال قطري استحوذت مجموعة كيومبي المالية على أكثر من خمسين في المائة من تلك الأرباح عند أربعة مليارات وسبعمائة مليون ريال قطري في أكبر أرباح تسجلها المجموعة في تاريخها وبنمو النهازة خمسة عشر في المائة وبأصول قربت المائة وعشرين مليار دولار أمريكي أغلب النتائج بالنسبة للقطاع البنوك كانت بالعكس فيها مفاجآت ومفاجآت جيدة كانت النتائج جابية أكثر حتى من توقعات المحللين وأغلب المحللين والأداء بشكل عام للنتائج كان أداء أنا في رأي أنه هو أداء جيد وبالتالي نعكس على أداء السوق وشاهدنا حركة المؤشر من مستويات 8300 تدعم موسم النتائج البنك التجاري القطري هو نمو متواضع في الأرباح بنسبة 1% وصولا إلى نحو مليار ريال وبالنسبة ذاتها أي 1% كان بنك الدوحة يسجل أرباحا تقترب من 750 مليون ريال مع أرباك حسابات المحللين اتجاه أداء البنكين لغاية العام الحالي في حين جاءت أرباح بنكي الأهلي والخالجي أفضل من التوقعات حيث قفزت أرباح الأهلي بنسبة 12% لتصل إلى 271 مليون ريال مع انخفاض المخصصات وبنسبة 11% بالنسبة للخالجي التي نهزت أرباحه النصفية 290 مليون ريال قطري لأول مرة منذ تأسيس في العام 2007 لاحظنا ارتفاعات بشكل عام باستثناء المصرف والذي كان انخفاضه غير متوقع لاحظنا ارتفاع بالبنك الوطني حوالي 15% لاحظنا ارتفاع أو ثبات عن بنك الدوحة حوالي 1% النتائج بشكل عام نتائج مرتفعة بنك الريان أعلن بيرح ارتفاع حوالي 13% النتائج جيدة جدا تعكس مدى قوة ومتانة الاقتصاد القطري البنوك بشكل عام هي خلينا نقول بنوك واعدة وتغري بالاستثمار للمدى القصير والطويل البنوك الاسلامية التي استفادت من اغلاق النوافذ الاسلامية لنظيراتها التقليدية واداء متباين في النصف الاول من العام 2013 فقد شكلت تراجع ارباح مصر في قطر الاسلامي بنسبة 14% صدمة لجمهور البنك الاسلامي الاقدم في قطر في الوقت الذي كانت فيه الارباح النصفية لمصر في الريان والتي قربت الاربعة عشر في المائة وصولا الى 821 مليون ريال تدفع بحركة شراء قوية على سهم الشركة في برصة قطر في حين لم تظهر هذه الحركة على سهم الدولي الاسلامي الذي تجاوزت ارباحه النصفية 366 مليون ريال وبنمو فاق 8% تتسع دائرة الحديث في الساحة القطرية قلال السنوات الماضية حول المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في الساحة القطرية سواء من حيث حضورها في الحياة الاجتماعية حجم انفاق هذه الشركات والمؤسسات على الانشطة الاجتماعية دور هذه المؤسسات في خلق فرص للشباب ولمؤسسات المجتمع المدني لتحقيق حضور فعلي على الارض بطبيعة الحال عقدت كثير من المؤتمرات والندوات في هذا الامر تم الحديث عن اطلاق مؤشر خاص بالمسؤولية الاجتماعية في قطر ولكن حتى الان لا شيء الجديد ربما في هذا الامر هو قولة هذا العمل من خلال يعني الزام الحكومة القطرية الشركات المدرجة سمها في بورسة قطر بتخصيص 2.5% من ارباحها سنويا لدعم الانشطة الثقافية والرياضية والمجتمعية في الساحة القطرية على كل حالقة هذا المفهوم في الواقع فضفاد وحتى الان لم تتم قونة هذا العمل بشكل رئيسي خصوصا فيما يتعلق باداء القطاع الخاص طبعا حديث ولقاء كنت قد اجريتهم احد المختصين في هذا المجال الدكتور عدان السيتية تحدث فيه بالتفصيل عن هذا المفهوم عن الاداء السلوك ومستقبل هذا المفهوم في الساحة القطرية في الحقيقة الموضوع هام لانه يتعلق بالدرجة اولى في المجتمع كما سبق وذكرنا اسم المسئولية المجتمعية وانا بحب اصلح المفهوم لا اريد من ناحيتي ان اطلق عليه مفهوم المسئولية الاجتماعية لانه بيحدد هذا المفهوم نطاقه بفضل ان نسمي المسئولية المجتمعية باعتبار الجانب الاجتماعي يكون احد جوانب المجتمع بيصير فيه تقسيم فخير نقول المجتمع حتى شمال المجتمع بالكامل فهو احد المصطلحات الرائجة حاليا والهامة وانتشر هذا المفهوم ولكن للأسف انتشاره اصبح كموضة وتقليعة وركوب موجة مثل كل يوم والتاني بيطلعنا مفهوم مرة حماية البيئة ومرة احتباس الحراري ومرة ادماج المرأة في التنمية يتم التعامل معه كموضة كمفهوم دارج ليس بتتعامل معه بالمفهوم الحقيقي حسب ما جوهر هذا المفهوم وهذا المفهوم اهميته اهميته الاساسية انه يوضح العلاقة ما بين الاخلاق والقيم والاقتصاد والمال والاعمال من جهة اخرى من هون تأتي الاهمية لان البعض يعتقد بانه المال والاعمال بعيدة عن الاخلاق وحن يقول لا على الاطلاق هي يعرف كيف تطبيق يعني لمبادئ الاخلاق في الامال على العكس لا تبتعد يعني انشطة المال والاعمال عن القيم والاخلاق على الاطلاق تحدثت عن الشق الهام في هذا المفهوم وهذا السلوك ولكن لماذا حالة عدم الاقتراث او ربما الاهتمام بهذا المفهوم بهذا السلوك لانه حتى الان لم يفهم لم يفهم بالاساس المفهوم الفهم الكافي يعني البعض بيعتبروا انه نوع من النمط من المطط يعني قضية مثلا العمل الخيري او العمل الرياضي دعم انشط رياضية معينة لم يتم حتى الان المفهوم المفهوم ركي في جوهره ويرتكز على سلاسة ركائز اساسية هو الاتزام المستدين بتأمين احتياجات المجتمع من السلع والخدمات بكفاءة عالية وتطوير موارد البشرية للمجتمع وحماية البيئة او تحسين بيئة خلال افضل من الحماية حتى يعني ننقل البيئة التي استلفناها من اجدادنا الى احفادنا بوضع افضل بنفس الوضع ان لم يكن بوضع افضل لعلك دكتور يعني تتحدث عن يعني قراءة المنطقة العربية او المجتمع العربي او الشركات العاملة في هذا المجتمع اتجاه هذه المسؤوليات ولكن الغرب ربما كان له خطوات متقدمة في هذا الاتجاه لا في الحقيقة الهماع العام لكن الغرب يعني فيه عنده نعرف كيف قدرة وكما يسمى قدرة وشطارة في ترويج المفاهيم لكن الازمة المالية العالمية الاخيرة اللي نشبت في نهاية العام 2008 اظهرت ان لم يكن هناك مسئولية اجتماعية لانه جوهر المسئولية المجتمعية في الحقيقة هو التوفيق بين المصالح المتعارضة رسكيف وهذا اهم شيء كان فيه اثناء تطور هذا المفهوم هل هو مسئولية رأس المال ام مسئولية الادارة تم يعني بالاخير استقرت الامور على انه هي مسئولية الادارة ان توفق بين المصالح المتعارضة ما بين حملة الاسهم من جهة الادارة العمال العملاء الموردين مؤسسات المجتمع المدني المهتمة سواء بحقوق الانسان او بحماية البيئة او ما شابه فلذلك الازمة العالمية الاخيرة اظهرت انه لا يوجد مسئولية مجتمعية على الاطلاق في الغرب بل على العكس هي نظريا موجودة وشكليا لكن بالواقع العملية الازمة كشفت الامور لم يكن هناك اي مسئولية على الاطلاق ولم يكن موجود شيء بعيد عنه ولكن له علاقة بصلاة او باخرى مفهوم حوكمة الشركات ايضا ظهر انه لا يوجد حوكمة على الاطلاق لا يوجد اسباب على الاطلاق لان تنشأ مثل هذه الازمة اذا دكتور انت تؤكد بان الازمة المالية والاقتصادية العالمية قد عرت هذه الشركات الاجنبية منها على وجه التحديد وبالتالي كشفتها على حقيقتها ولكن السؤال الاهم ما هو المطلوب حاليا لتقديم هذا المفهوم وتكريس هذا السلوك ودور الشركات تجاه المجتمع المحلي المطلوب اولا ان نفهم طبيعة العلاقة في قطاع المال والاعمال يجب ان تفهم كل وحدة سواء كانت شركة او مؤسسة بانها وكيل لموكل والموكل هو المجتمع لان المجتمع هو صاحب الموارد الطبيعية والبشرية والعلاقة يعني بشكل ضمني هي علاقة وكيل بموكل فالمجتمع انعط بمهمة لقطاع الاعمال ان يقوم بتأمين احتياجات هذا المجتمع من السلع والموارد بكفاءة عالي بالاستخدام الكفر الموارد الانتاج وان يطور الموارد البشرية وايضا ان يحسن البيئة ويحافظ عليها اعزائي المشاهدين ما زلنا في متابع معكم لفقرات حلقة عين على قطر في القسم الثاني من هذا البرنامج سوف يكون لنا وقفة مع متحف الفن الاسلامي وكذلك ايضا مع حديقة القرآن الكريم لا تبتعدوا كثيرا ابقوا معنا